السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي سبق استعراض معاكم قطعة الجوجل الكروم كاست معاكم في القناة من قبل والآن معايا أحدث إصدار من هذه القطعة خلينا نشوف كيف تقدر تستفيد منها كيفية إعداداتها من وين تقدر تطلبها هذه متوفرة الآن في تقريبا أغلب المتاجر بس هذا الموديل القديم هذه للأسف إلى الآن ما توفرت في أي متجر في المملكة العربية السعودية وما تقدر تطلبها من موقع جوجل الرسمي في أمريكا حيرفض لك الطلب حتى على الصناديق رفض لي أكثر من مرة وفي أمازون ما أتوقع أنك تحصلها ولو حصلت لك هي حترك لك رابطها أسفل الفيديو لأنني اشتريتها من موقع إي باي وهذه القطعة بصفة عامة بتحول لك تلفزيونك إلى تلفزيون دكي فهل أنت في حاجاتها أولى؟ خلينا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا أخوان هذه هي قطعة الكروم كاست القديمة اللي استعرضناها أو شفناها علبتها في أول الفيديو تيجي قطعة واحدة فقط وهذه الجديدة تيجي عبارة عن القطعة بالإضافة إلى الجديد معها هو الريموت كنترول كروم كاست بالجوجل تيفي تعالوا نفتح الصندوق مع بعض طبعا هذه هي شكل القطعة هتتركب في الشاشة من الخلف هذا الريموت كنترول السلك أو الكابل حيكون بهذا الشكل على الكهرباء عن طريق اليو اس بي تايب اي طيب يا أخوان عندنا هذه هي علبة القطعة وهذه علبة الريموت هذه عبارة عن كاتلوجات هذا فيش ثنائي لأن القطعة جاية من أمريكا فشتريتها زي ما قلت لك من موقع اي باي فغير موجه للدول العربية هذه كانت غير متوفرة ولما أصبحت متوفرة أصبحت تيجي بفيش ثنائي الآن متوفرة في مكتب الجرير ونونو وأمازون وإلى آخره ولو حصلت لك هذه في المواقع بحط لك هي بصندوق الوصف أسفل الفيديو حيشوفها في أمازون أو إي باي أو نون عفوا وإلى آخره بالإضافة إلى كابل التايب سي إلى التايب اي الآن هذه هي القطعة صغيرة جدا جدا توفر بعدة الوان هذا هو اللون الأبيض منها وبيجي شعار الجي من جوجل محفور على نفس القطعة القطعة متوفرة بشكل مسبق اللي هو سلك اتش دي ام اي بتحطه بأي شاشة سواء سمارت أو غيرها طبعا يا شباب هذا هو علبة ريموت الكنترول ولأول مرة قطعة الكروم كاست في حياتها من يوم ما طلعتها جوجل إنها تدعم الريموت كنترول أخيرا السابق كان عن طريق تتحكم في القطعة عن طريق تطبيق الجوجل هوم وما زال تطبيق الجوجل هوم بس بالإضافة إلى الريموت كنترول الريموت أيضا صغير جدا عندك زي الأزارير في الدائرة عندك زرار خاص بمساعد جوجل كتم الصوت إلى الرئيسية وزرارين خاصة للوصول السريع للنيتفليكس بالإضافة إلى اليوتيوب بالإضافة إلى زر التشغيل وأيضا المصادر من الخلف الريموت تشتغل ببطارية عادية جدا زي بطاريات الريموت بالإضافة إلى إزرار اللي يرفع وط الصوت من الجنب طبعا من كرم جوجل لا تتوفر بطاريات في نفس العلبة عليك شراءها طيب يا شباب هذه هي البطاريات أي نوع بطاريات عادية بتركبها عادي وبيصير الريموت جاهز للاستخدام بعد برمجته الأول مرة على القطعة خلينا الآن نشبكها على الشاشة ونستعرض أهم مميزاتها وكيفية تشغيلها وإيش في داخلها من تطبيقات وألعاب طيب يا شباب كل اللي سويته الآن أني شبكت القطعة عن طريق مفذ الـ HDMI في الشاشة تدعم أي نوع شاشة سمارت غير سمارت شاشة كمبيوتر شاشة تلفزيون أي شاشة فيها منفذ HDMI تدعمها القطعة بالإضافة لأنه أكيد تدعم الـ HDR وتقنية 4K شبكتها أيضا على الكهرباء من خلال منفذ الـ Type-C اللي موجود في نفس القطعة إلى USB لو نفس الشاشة فيها USB بتركب على نفس الشاشة ولو ما فيها ممكن تشبكها على الكهرباء مباشرة USB Type-A أو أنا زي ما نشبكها على باوربان أصل الآن القطعة أصبحت جاهزة للعمل عشان تعرف الـ Remote على القطعة لازم تضغط ضغط مطولة على السهم وبعدها زر الـ Home اللي هو علامة البيت وبعدها بتتعرف الـ Remote مباشرة بعد ظهور اللي هو اللمبة الآن نختار اللغة طبعا تدعم اللغة العربية طيب الآن بعد ما اخترنا اللغة العربية يجيك مرحلة اللي هو استخدام الإعدادات أو بدء الإعدادات للقطعة سواء عن طريق تطبيق Google Home اللي ينزل على الآيفون بشكل مجاني أو حتى على أجهزة الأندرويد تطبيق جدا سهل وبسيط تختار أو تبحث عن Google Home بتلاقيه في المتجر بتحمله مباشرة هذا هو اسمه Google Home أو الإعداد على التلفزيون بدلا من ذلك أنا تقدر عن طريق الريموت وهذه هي فائدة الريموت ولكن أنا بختار عن طريق التطبيق لأنه أسهل بيسجل دخول لحساب الجيميل مباشرة واليوتيوب بقية التطبيقات إعدادات الواي فاي وإلى آخره فحيكون عن طريق التطبيق أسهل بكثير وحنشوفها الآن طيب يا شباب هذا هو تطبيق Google Home على جهاز الآيفون طبعا أنا بسجل بأكثر من جهاز على هذا التطبيق من قبل من ضمن الاختراحات اللي هو إضافة جهاز الكروم كاست الآن بيبحث عن جهاز كروم كاست متوصل على نفس الغرفة أو موجود في نفس المكان اللي أنت موجود فيه الآن قل لي أنه لقي واحد اللي هو كروم كاست فاوند الآن بقوله سكان الكود كل عليه بسويه بوجه اللي هو كاميرا الجوال على الشاشة وبالتقط اللي هو الباركود عشان يبدأ يوصل بين الجوال أو بين تطبيق Google Home على الجوال على الكروم كاست نفسها الآن جال الربط الآن تم الاتصال وبقية الإعدادات بتكون عن طريق نفس الجوال الآن بختار اللي هو البيت أو الغرفة اللي أنا موجود فيها بختار على سبيل المثال اللي هو غرفة الأسرة الفاميلي روم بهذا الشكل البسيط عشان بس أفرق بين الأجهزة اللي عندي الآن مرحلة اللي هو الربط لشبكة الواي فاي نفسها عشان أقدر أتحكم الجوال والآن بدخل كلمة السر لشبكة الواي فاي الآن يا شباب خلاص بعد ما دخلت كلمة المرور لشبكة الواي فاي الآن كتب لي جاري الربط إلى ما يتم الاتصال ويصير متصل نفس قطعة الكروم كاست بشبكة الواي فاي يصير خلاص أنت ممكن تستغنى أصلا عن التطبيق بعد كذا لأنه فقط أنا استخدمته للإعدادات فتقدر تستخدم التطبيق وتقدر تستخدم الريموت في كل شيء في نفس القطعة الآن اتصل خلاص بشبكة الواي فاي ونكمل بقية الإعدادات الآن طالب مني أني أسجل دخول لحسابي الجيميل بكل سهولة تم تسجيل الدخول عشان زي ما قلت لك خلاص يصير مسجل دخولك في حسابك الجيميل تقدر تتفرج على اليوتيوب بدون أي إعدادات طبعا هذه الإعدادات كلها اللي أنا قاعد تسويها من خلال الجوال تخيل أنك تسويها كلها من خلال الريموت تختار الحروف ويعني فيلم لكن من خلال الجوال هتكون العملية جدا سهلة وبسيطة الآن خلاص تم تسجيل الدخول إلى حسابي في الجيميل هلاقي طبعا بسجل دخول في اليوتيوب وإلى آخره وأول ما بتشغل القطعة الأول مرة هتحصل عندك تحديث فحدثها ولو ما لقيت التحديث طبعا هتلاقيه مليوم بالمئة ولكن برضو هنشوف كيفية عمل التحديث من داخل نفس القطعة من أعدادات نفس القطعة عشان لو نزلها تحديثات مستقبلية هتقدر تحدث أو تقدر تخليه بشكل حتى آلي الآن خلاص حمل التحديث والآن مرحلة تثبيت تحديث النظام بعد بعيد التشغيل طيب يا شباب الآن بما أن الجهاز يدعم المساعدة الصوتي من جوجل فبيقول لك اختار الصوت الصوت الأول هو صوت المرأة والصوت الثاني هو صوت الرجل المعروفين في مساعد جوجل فاختار اللي يعجبك وتقدر تغيرها أيضا لاحقا الآن خلاص تضغط على التالي طبعا يوتيوب وسبوتيفاي يجب حمل بشكل مسبق على الجهاز ولكن عندنا النتفليكس برايم فيديو وبقية التطبيقات يعني نجيب لك التطبيقات مقترحة أنك تحملها من البداية فأنا هختار فقط الآن النتفليكس ونشوف لاحقا إيش التطبيقات المتوفرة ونضغط على التالي الآن بيجيك مرحلة اللي هو عند شاشة التوقف للجهاز إيش حابب أنه يستعرض فأنا بستعرض مثلا صور جوجل كالعادة الصور اللي أنا رافع على صور جوجل بيجيب للمجلدات عليك الاختيار بينهم أو تحط حتى صور من عنده يعني من عنده مناظر طبيعية في عدة خلفيات أو شاشات توقف فأنا بختار على سبيل المثال اللي هو هذا المجلد إنه يستعرضوا أثناء شاشة توقف الجهاز فبيستعرض لي الصور بداخل هذا المجلد الآن خلاص تقريبا خلصنا بنحط على تم أو دن والآن أصبح الجهاز من ضمن أجهزتي الذكية في تطبيق جوجل هوم أقدر أختاره وأقدر أسوي كل شي من خلال نفس التطبيق أو من الريموت زي ما ذكرنا ننتظر تشغيل الجهاز ونكمل شباب من اللي ما يحتاج هذا القطع فعليا هم اللي يمتلكون شاشات الاسمارت الجديدة اللي يجي فيها أصلا تطبيق اليوتيوب تطبيق نيتفلكس أبل تيفي بلاس شاهد جوي وإلى آخر من بقية التطبيقات ولكن اللي ما عنده تلفزيون سمارت أو عنده أكثر من تلفزيون ومنهم واحد غير سمارت فأكيد يحتاج إلى هذا القطع الآن بتجيك إعدادات جدا سهلة وبسيطة الآن إعداد الصوت لو أنت حابب يكون عن طريق التحكم اللي هو الجهاز نفسه التلفزيون من خلال ريموت قطعة الكرومكاست فبتضبط هذه الإعدادات فمثلا بختار عن طريق اللي هو أني أتحكم بريموت الكرومكاست لتلفزيون اللي عندي فبيقول لي إيش الماركة اللي عندك من أحد هذه الماركات لو أنه فعلا من أحد هذه الماركات فبختارها أنا على سبيل المثال هذه الشاشة سامسونج فبختارها الآن سامسونج عشان أقدر أتحكم بوظائف الشاشة وليس الكرومكاست فقط أيضا عن طريق وظائف الشاشة عن طريق الريموت فالآن بيقول لي أنه أضغط على إزرار اللي يرفع الصوت أو ليوت الصوت وشوف هل فعلا استجاب أو لا الآن بيقول لي مثلا نجرب زر التشغيل فلما ضغطوا طفت الشاشة الآن فبعد تشغيلها مرة ثانية بضغط على إزرار التشغيل من خلال لاحظ قطعة الكرومكاست تصير كذا استغنيت عن ريموت التلفزيون بالذات لو تلفزيون ما له ريموت فالآن لاحظ معايا اشتغلت الشاشة مرة أخرى فحيسألني نفس السؤال هل استجاب الريموت يعني هل عمل زر التشغيل فأكيد بقول له نعم وبقية اللي هو إعدادات تحكم الصوت والآن عملية تثبيت التطبيقات زي اليوتيوب والنيتفليكس أو التطبيقات اللي انت اخترتها واللي تيجي أصلا بشكل مسبق بيحملها وبيثبتها الآن بعدها يشتغل معاك الجهاز طبقوا أنتم تثبيت التطبيقات بدل الاستكشاف وعندنا عندك من الأعلى قائمة البحث صفحة رئيسية تطبيقات المكتبة تطبيقات مثلا عندك زي نيتفليكس وعندك اليوتيوب هل نجرب مع بعض اليوتيوب مثلا وندخل هو حيدخلني مباشرة على قناتي لأنه خلاص مسجل بشكل مسبق في حسابي بالجيميل فحختار الحساب الآن وبكذا خلاص أصبح قناتي جاهزة تقدر تتنقل بين الخيارات المعتادة في اليوتيوب أكثر شي عجبني في هذا الجهاز صراحة أنه سريع جدا يعني مختلف عن جهاز شاومي أو الأجهزة اللي شفناها أو استعرضتها سابقا فعليا الجهاز سريع بالتنقل بين الأيقونات وإلى آخره يعني فرق شاسع جوجل ما ذكرت كم الرام ولكن سريع المهم عندنا زرار سريع للنيتفليكس مباشرة بمجرد ضغطه حيحولك إلى النيتفليكس كذلك زرار اختصار لليوتيوب مباشرة حينقلك إلى اليوتيوب من خلال الريموت كنترول الآن خلينا نتصفح الأيقونات أو التطبيقات أو الأجسام عندنا قائمة الترفيه وأخيرا جوي تيفي لقيته على الجهاز عندنا الوس ان ستارس بلاي كذلك عندنا اليوتيوب أكيد ووتشت عندنا أبوظبي عندنا وياك رؤيا نتفليكس وإلى آخره من الكثير من التطبيقات للأسف هذا الجهاز إلى حتى الآن يعني إلى ما نزلت الفيديو شاهد غير موجود غير كذا كل شيء موجود فهذا هو جوي تيفي أخيرا لقيته في أي جهاز حنسوي له تثبيت لأنه ما لقيته لا على شاومي ولا على آخره ولا على أي قطع عفوا عندك من خلال البحث تقدر تبحث عن طريق اللي هو المساعدة الصوتي من جوجل تضغط على اللي في الريموت ازرار المساعدة الصوتي وتمليه أي شيء بهذا الشكل مثلا قلت شاهد فجاب لي شاهد اليوتيوب وليس التطبيق فيدخلك على دائما البحث سيبحث لك أي شيء في اليوتيوب من الأعلى عندنا بجانب البحث الصفحة الرئيسية تطبيقات اللي انت قد حملتها أو اللي حتحملها المكتبة هذه الخاصة بإيجار الأفلام أو شراء الأفلام من مكتبة اللي هو الجوجل بلاي طبعا بفلوس ليست مجانية هذه هي أفلام الجوجل بلاي دخلنا على متجر جوجل بلاي أول مرة حتحصل هذه التحديثات المتاحة لتطبيقات جوجل فتقدر تحدثها بكل سهولة وتقدر تخليها تحديث بشكل آلي الآن نشوف كيفية الدخول للإعدادات الخاصة بنفس الجهاز لو نروحنا إلى الصفحة الرئيسية فعندك أول خيار اللي هو في الإعدادات عندك شبكة الواي فاي تقدر تشبك على أي شبكة كذلك الحسابات تسييل الدخول تقدر تضيف أكتر من مستخدم إعدادات خصوصية العرض والصوت أي هنا التطبيقات ستحصل جميع التطبيقات المحملة على الجهاز بما فيهم متجر جوجل بلاي من خلال النظام تقدر تحدث نفس النظام لعدادات الترجمة لوحة المفاتيح تعيد تشغيل الجهاز أدوات جدا كثير وكلها واضحة جدا هذه هي الخاصة بإيقاف الشاشة لو أنت ما بتستخدم تقدر مع 30 دقيقة مثلا تقول له إطفاء بشكل آلي لو أنت خيب تنام مثلا اللي هو الإرسال الكروم كاس تقدر تستعرض اللي هو الآيفون شاشة الآيفون على الجهاز عن طريق تطبيق تحمله من التطبيقات اللي جدا كثير اللي تدعم اللي هو الميرور وأجهزة الأندرويد لا تحتاج إلى تطبيق فهو محمل بشكل مسبق أيضا على الجهاز نحن إلى خيار لمحة من هنا تقدر تحدث النظام تقدر تعيد تسمية الجهاز وتقدر أيضا تفرمت الجهاز على ضبط طبعا الجهاز يعمل بأندرويد عشرة لأن الجهاز يعمل أو بداخله جوجل بلاي فأيضا في الكثير من الألعاب طبعا الألعاب اللي تقدر تلعبها عن طريق الريموت يعني الألعاب السهلة الألعاب السباقات الألعاب خفيفة فطبعا ما حتلاقي لا بابجي ولا كولف ديوتي عندك هنا القوائم مقسمة بشكل جدا مرتب ورهيب فتقدر تدخل مثلا على قائمة الأفلام أو اللي تعرض الأفلام عفوا طبعا هو ما في أفلام اللي بفلوس أو الفئات التطبيقات عندك الترفيه زي ما ذكرت جوي تيفي شاهد غير موجود عندك البليكس عندك واتشت أبوظبي عندك وياك عندك رؤية كذلك علمنا التطبيقات الخاصة بالأطفال عندك النتفليكس عندك كذلك وياك زي ما ذكرت عندك يعني تطبيقات صراحة جدا كثير منها تطبيقات الاي بي تيفي الآن حنستعرضها طبعا تيفي بلاس ليس أبل تيفي بلاس أبل تيفي بلاس حييجي إن شاء الله لاحقا يعني خلاص جاء الخبر الأكيد إنه حينزول تطبيق أبل تيفي بلاس وعندك أيضا الكثير الكثير وبكذا يا شباب أكون انتهيت ووصلت معاكم إلى نهاية الفيديو إن شاء الله أكون أفتك لو بمعلومة بسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسونا مليئك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله اشتركوا في القناة